السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في قناتكم مطبخ تيما فيديو جديد ودائما مع سلسلة حلوية العيد اليوم شاء الله الوصفة الاكتر طلبا واللي هي حلوية العيد بدون فرن باشكال اللي هي جديدة ناكهات اللي هي مختلفة بلا تمارا وبطريقة سهلة وسريعة في التحضير والاهم اقتصادية مكوناتها بسيطة وكتعطى كمية اللي هي كبيرة كتجي ما شاء الله شيشة لديدة وفيها واحد القرمشة في نفس الوقت وكتدوف الفم بمعنى الكلمة كيف العادة تبعوا معي الفيديو الاخير الاهم من المقادر هي طريقة تحضير ويلعجبكم الفيديو متبخلوش عليا بلايكاتكم والبرتاج وتعليقاتكم اللي كتفرحني بزاف زاف وكتشجعني وكنتشكركم عليها ويلكنت اول مشاهدة لكم القناة الف الف مرحبا بكم ضغط جر الشراك فعل الجرس باش توصلوا بجديد كل وصفات ان شاء الله فكنا بدأوا باسم الله بتحضير دي الاول وصفة انا غدي نخدمها بالكوكاو بالقشر ديالو ولكن بالنسبة لي فكن عبر الكيمية كلها اللي كتكفين في الوصفات وكندخلهم يتحمروا الفران في دقة وحدة ممكن تقليهم بالنسبة لي استخدمت الكوكاو ولكن سيدات لي فستيطاعتها عفوا نديرها باللوز او لب اي نوع دي المكسرات كتفضل فممكن اللي عندها شي حساسية من الكوكاو اي الفوز سوداني تستخدم مكسرات اخرى اللي كترغب فيها كناخد الكيمية اللي عندي كندهنها بوحد جوج معلقة ديال الزيت وغادي ندخلها الفران غادي نوريكم كيفاش كنحمرهم انا فضقة واحدة مثلا جوز سواني ثلاثة فضقة واحدة يلا عندكم فرن كهربائي فكنندير المروحة هادي اللي كتشوفوا معي اللي كتخطع وكنخدم الفران على 180 درجة هادي حتا الطريقة اللي كندير الى بغايت نطيبشي حاجة هكا في الفران في نفس الوقت كان نبقى دائما في المراقبة كنحركها بحلكة ما نغفلش عليها حتى كي تذهب لها اللون ومثلا هات الصينية عندي في الاعلى ففي نصف المدة ديال الطهي كنهبطها الاسفل وغادي نطلع الصينية اللي في الاسفل الاعلى يعني ديما هادية الطريقة اللي كتكون مني كنبغي نطيب اكتر من وصفة يعني في فران واحد موما انا بغيت عندي لكم تذكير راس بقليل طرقت لها بتفصيل في فيديو فيديو يلا بغيتو نحط لكم مرها بديله في صندق الوصف كان نحمر الفول السوداني وغادي ندو زودابا باش نحضر اول وصفة اللي كتليكم غنخدم فيها بالكوكاو بالقشر دياله فكنناخد هنايا نصف كيلو من الكوكاو مايو عاديل 500 جرام كيف شمعيا حمرناها حتى ولا القشر كيتحيد منها ودهبت من الداخل وكندوز غادي نطحنو على شكل بودرة ممكن تعلكو حتى هي كتزيد تعاوننا اننا ما نضيفوش مسائل اخر اللي غادي نعقدو بها الخالط كتر من القياس انا بنسبة لي اطحنتو على هات الشكل هذا وخليتو باين في العضة يعني ما نطحنتوش حتى دنيال تماما هكاكي يعطي واحد اللي تقرميشة في الحلوة بالنسبة للسيدات اللي يقليو هاد الكوكاو البلدي فا ما كنفضلش الرومي ممكن اما هاد فا ما كنفضلش تقليو لانه كيعتى واحد المدق اخر ففي القليان ما كيجيش زوين صراحة غادي نطحنو انا كامل على هات الشكل هذا ومن بعد غادي نضيفو لي الاضافات بالنسبة للاضافات اللي غادي نضيف لي فانا اخديت هنا القوفيت لي هي باستا ااا ديل تقليان اللي بمدق ديل الشوكولة هي اللي غادي نطحنها وغادي نضيفو كواكاويت نضيف 1 كمية من الفانيلا على حسب الرغبة تقريبا 1 ملعقة صغيرة ونضيف هذه القفخات التي تحنها مع بادياتنا ونخلط هذه المكونات جيدة لنواشك مبادياتها او للمواد الجافة من بعد نضيف لها 250 جرام ملع جينة التمر ومنسبة لكمية القفخات ف125 جرام يعني لا تحنت كمية كبيرة ولكن عبرت تقريبا كيف تشوفوا معي زلافة نخلط هذه العجينة التمر جيدا مع الخلاة ومن بعد نجمع بالمربة السائلة حتى نحصل على كورات في حالة كيف تشكله هادو غادي نديروهم على شكل غريبة غادي تاخدو يديكم ندوزها غير في الماء ماشي ماء الظهر بش ما نغيروش طعم ديال الحلوة وإلا بغيتو كتفضلو لنك هدي الماء الظهر فممكن ندوزوا يديكم فيها وكان نبدأ ناخد كورايات من الخلاة ديال العجين ندوزهم في السمسيم اللي هو الزنجلان وكنديرهم في الطابع ديال المعمول انا عندي هالطابع فاخدمت به هاد شكل هادا ممكن كيف كتلكم تخدمو باي طابع عندكم او لتشكلوهم غير على شكل كورايات وديرو حفرة في الواسط ونعمرو هادو كالساعة بالسلسة وليش اي مسألة كنبغيوها هاد الحلوة هدي ممكن انكم تدخلوها الفران واحد خمسة دقايق تنشف ليكم الى بغيتوها مدة اللي هي طويلة كنتو ستستخدموها غير هادي يعني في شهر هادي العيد يعني في جوج اسابيح تل ثلاثة فما تحتاجوش تخليوها غير على برا تنشف وعد باش غد نعمروها من بعد الحفرة ديالة في الواسط بالنسبة الوصفة الثانية فانا استخدمت فيها 500 جرام ديال بودرة ديال اللوز مع 250 جرام ديال سكر غلاسي هادي كتجي على شكل فقاس كيجي فيه الاسود والابيض في الداخل اللي يالو كنخلطهما بعدياتهم جيدا انا كيف كنت لكم استخدمت فيها الوصفة البودرة ديال اللوز ممكن تعودوها بالبودرة ديال الكوكاو او اي نوع ديال المكسرة تكتفضلوها كنخلطة نزيد عليها واحد الملعقة صغيرة من السكر فاني او لبودرة الفاني وكنضيف لها عشر ملاعق ديال الماء الزهر ولكن ضيفوها بتدريش باش ميجرش لكم الخالد الى مشا تجرى لكم ضيفو القليل من البودرة ديال اللوز مهم خاصة نحصلو على واحد العجينة اللي كتجي لينا انا اخذت لي عشر ديال الماء الكبار من ماء الزهر كن نجمعها لها تشكل هذا كنوضعها جانبا وكندوزو باش نخدمو العجينة ديال التمر اللي هي غتجي في الواسط دياله فكنحتاج لها الخمسمائة جرام ديال العجينة التمر كنضيف لها ملعقة كبيرة من الزبدة وكنضيف لها ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الزهر مهم هاد المكونات كلها ديال كلها حلوة انا تلقاوها مكتوبة اسفل الفيديو في صندوق الواسط كنعجن هاد العجين هاد حتى كنحصل على واحد العجينة ما كتلسقش وغادينا ندوزو دبا باش نشكلوها يعني هاد الفقاس هاد كيجي سال كيجي إلشتوها كو حطيتو في الطبلة ما كيجيش باتات ان يتيق لواحد راه مدير بدون فن والطريقة كيف كتشفو معايا سهلة مباشرة كنناخدو هاداك العجين اللي حضرناه بالودرة ديال اللوس كنطلقوه بين جج ديال البلاستيك الغذائي بالسعانة بدلاك وكنخليه باين شوي يعني ماشي نديروها رقايق حتي ولي شفاف انا بنسبة لي باش كنطلقوها كب شكل مستطيل كنطوع عليه ديك البلاستيكة تحتانية من الجوانب كاملة مني كنوصل العرض اللي بغيت وكنبقى كنتفع العجينة في هادوك القناة ديال بلاستيكة كيف موريتكم هناه وإلى خرجتليكم شي بلاسة على داك الكاري اللي انتو مارسمتو اول المربح فحاولوا تهزو العجين وحطوه في الجناب غادي نخليها هادي جانبا وغادي ناخدوش بلاستيكة خورين وغادي ناخد هاديك العجينة ديال تمر ونطلقها بالعبار ديال العجينة الخورة باش هكاك يجوني كلهم قياس واحد غادي نضغط عليها باليدين ديالي وكنبقاك نديرها ننطلقها عفون اولا نمددها ولكن دي ما ديروا واحد السمك اللي هو معيني يعني مديروها شرقيقة البني جيبين كنا نجر غير بالسعانة بالبلاستيكة كيف ما كتشوفوا معايا وكنهزة بالبلاستيكة وكنحط ما تحيدوش على البلاستيكة تتحطوها العبار واحد يعني وحدة فق وحدة هنا ما جبتاش في اللوي العبار واحد فهزيت وبقيت كان انقاد حتى حطيتها القنت على القنت صافي من بعد كنحيد البلاستيكة نضغط عليها وإلا بقيت شي بلاستيكة خويل فغير كنمدد هاداك العجين وكنضغط عليها انا هادي غنخرج منها لها جوج ديال الحرابل او لجوج ديال انواع ديال الفقاس مشي انواع غير جوج ديال الحرابل فكن نبقى كلف من الطرف حتى للطرف الاخير حتى كنوصل للسومك اللي بغيت وكنقطعوها بسكين وكنتبتو على بعضياته من الاسفل بهاد الشكل هذا سوف نوضعوه جانبا ونعودو هاداك العجين اللي بقى لنا في فوق البلاستيك حتى هو غير بالسعانة بالبلاستيك كنبدو كلفو ما كنخليوش لهاوى باش ديال العجين اللاصق على بعضياته سوف نبقىو غادين حتى الاخير مني كنوصل للاخير الى كان عندكم شى زيادة تحيدوهم سوف انا هادا بالنسبة لي جانا عريض فبقيت كننخدموه حتى رققتو بسك واحد من بعد كنناخدو واحد الكيمية من اللوز اللي هو محمر غادين يكون كونكاسي كنحطوه وكنبدوك ندوز فيه باش يدوز اللي كم يلسق عليه اللوز فمالافضل ادهنوه باش القليل من ماء الزهر وكتبدوك ندوز فيها هاداك الحربول ديالكم كي لسق عليه مزيان الى كانت العجينة ديالكم ناشفة يعنا بنسبة لي معاك البرد فالعجينة دغين شفت لي شتوها مبغاش يلسق كيف كلكم دوزو غير شوية ديال ماء الزهر اولو شوية ديال ماباج اللي كتفضله انا قسمتها هنايا باش يجوني بالصمك ديال السانية وكنحطوه في الصينية مباشرة وكنعود ندهن الحربول تاني حتى هو بالماء ديال السهر وكندوزو في هاداك اللوز اللي هو كونكاسي ونحاول نضغطو عليه ولكن ماشي نضغطو بزاف حتى ننقصر الشكل دياله من الداخل دياله ومن طريقه راك ندهن مد حكزر سوف نقسموه هكا بالعبارة كيف كتلكم ديال السمك ديال السانية اللي عندي ديال ديال الفران اللي غدي ندخلها المجميد وندخلهم ونخليهم واحد نص ساعة حتي يجمدهم زيان يعني اقصى حد نص ساعة باش مني كنقطعوهم من الداخل كيف كتشفو معاي كيجي دك شكل حلزوني في الداخل دياله وكيجي باين يعني ما كيجيش يتعجليكم وتخسرليكم الشكل كنقطعوها هكا بسكين و السمك را كيبقى ليكم على حسب الرغبة ديالكم ممكن ترقو ممكن تديروا سمك انا درت تقريبا العرض ديال الاصبوع في كل حبة غادينا نصففهم هكا في الصينية وصافي وتزين في الاخير ضفتهم غير القليل من اوراق الذهب يعني حتى الوقت تقديم نزلوا لهم من الاعلى ديالهم صراحة شكل اللي هو ساهل وسريع في التحضر دياله الشكل الثالث كيف كتشفو معاي غادينا نديروهم على شكل كويرات فكن ناخد 300 جرام ديال الكوكاو اللي هو الفول السوداني اللي يكون محمر او لمقلي ويكون مطحون هكا مهرمش بين في العضة كنضيفو عليه 200 جرام ديال الكوكاو وكنضيف عليه جو جمعة الكبار ديال الزبدة وطبعا المربع على حسب الرغبة حتى كنجمعوهم على هكا يعني من نشكلو الكوكا كتشكلين باليدين ديال مباشرة غادي ندوزو نشكلوهم على شكل كورايات وطبعا كل اخت او سيدك تتحكم في السمك ديال الكوكاو على حسب الرغبة ديالا وش بغيتهم كورايات كبار او صغار فكل غادي تديري عينك ميزانك انا بنسبة لي موزنتم لان اخديت قياس واحد بنسبة له هادو اللي بنكها العادية يعني هكا كيجو بنكها ديال المربع وغادي نوريكم حتى بنسبة السيدات اللي بغوا يخدموهم بالكاكاو يعني بنكها ديال الشوكولة فنفس المكونات 300 جرام ديال الكوكاو عليها 200 جرام ديال الكوك هاد العبارات اللي كان عطاكم ممكن السيدات ديالا غير بعبار زلافة مثلا زلافة ديال الكوك وضافة زبدة مثلا جج معالق وتجمعيها لحسب الرغبة ديالك حتى تحصل على عجينة انا هادو ديال الكاكاو اضفتليهم جج معالق الزبدة وجمعتهم في بلاس المربع جمعتهم بشوكولة ديال الدين وضفتليهم ملعقة كبيرة من الكاكاو المر حتى كنحصل عليهم حتى هما بتشكل هادا حتى هما غادي نشكلهم كورايات وغادي ندير بهم جوج ديال الاشكال يعني كلها كيف كنت لكم اللولين غادي ندير بهم جوج وهادو غادي ندير بهم جوج ديال الشكل يعني في التقديم وكيف كنقول لكم دائما انا كنعطاكم اقتراحات عديدة باش انتو متشوفوا الشكل النهائي وتختاروا الحاجة اللي كتعجبكم منسبة لي مباشرة هاد اللولين هادو غادي نخدم بهاد الشعرية الباكيستانية اللي كتكون محمصة كتبع على هاد الشكل هذا لما متوفرش ليكم ممكن تعودوها بالكوك عفواً كتتحمروه في المقلة ولكن حدو معها رضغية في ساعة يتحمر حتى هو تقريباً كعطي لك تشنتيفة من براك كي يجيو وعاطين واحد المنظر ممكن تصغنو على الكوك وديرو حتى الكنفة تتحمروها وتحمصوها وتفرتوها بحالك وتخدمو بها كنا ناخد واحد الملعقتين حتى ثلاثة من المربو كنا ندوز فيهم الكورايات ومن بعد مما ندوز ندوز الشكل الأول في جوز الهند والشكل الثاني ندوز في تشعرية الباكستانية اللي كنت تتبع في الأسواق التجارية وكينا عند مستخدمي أو لعفون اللي كي بيعوا مستلزمة ديال الحلويات فرا متوفرة وكتعطيوها حد المضاق زوين هي اللي كنديرو بها هاد الفيغين فانا عندي واحد قلت سنكملوا فاد الحلوه هادي الشكل الثالث ندوز في المربا ومن بعد ندوز في سواء اي نوع ديال المكسرات كتفضل ديال المكسرات هرمشو دوز فيه باش يجي داك اللون خضر ممكن نديرو اي نوع كيف كتلكم ديال المكسرات عندكم الشكل الاخير الكورايات دخلتهم الموجمي تشدو في راسهم واحد شوية ودووا بتشوكولات زيتليها ملعقة زيت وزيتليها للوز كونكاسي او للكوكاو كونكاسي وكندوز فيه هكا الكورايات باش يجي داك القلاساج ديال فريرو روشي من البرا موما انا حاولت نعطيكم وربعات القتراحات شوفوا اللي بنت لكم مزيانة وسهلة خدموها ماشي بالضروري انا دارت اللوز وكاوكاو وانتي غيرت تزمي بلوصفة وانا هاتشي اللي كعجبني في هذه الحلويات اللي بدون فرني يعني ما كتكونش عند قاعدة ممكن تبدي في الحشو كيف ما بغيتي ممكن تضيف المشماش مقطع تضيف بزاف ديال الاضافات الزبيب اللي منتوفر لكم الشكل الرابع سوف نحتاج لـ 350 جرام بيسكويت مطحون مع 300 جرام ممكن تسخط محتل بالقشر دياله سوف نضيف لهم 400 جرام الشوكولاتة السوداء ونضيف جمع القبار الزبدة كنخلط هاد المكوينة جيدا حتى كنحصل على واحد الخالط اللي مني غنبغن نشكله كيتشكل معايا هذا كي يجي في حل الخالط ديال الرخامة اللي كنديرو غير هو غيجي على شكل فقاس كيف ما غشوفو معايا فيما بعد كان بدك نجمع بهذاك الخالط ديال الشوكولات وممكن سيدك اللي ما بغوش يدروا الشوكولاتة هكا العادية ممكن ديروا الشوكولات ديال الدهن غادينا ناخد بلاستيك غدائي كنوضعه هكا فق سطح ديال العمل باش هو يساعد نعفن باش نهز ذاك الحرابن ونديرون في المجميد وبقاش دين شكل ومن بعد كان ناخدوا هذك الخالط ديالنا اللي حضرنا ديال البيسكوي والكوكاو وكيف قلت لكم انا ممكن تضافوا فيه اضافات تضافوا فيه المشماش مقطع تضافوا فيه زبيب اللي عندك في الدار البيسكوي ما ممكن تصغنيع اليه وتعوضيه بالكوك غادينا نشكلوها هكا على شكل حربول كان بدكنا نمدوا وواحد المسألة اللي بغت نأكد عليها الشوكولات اللي خدمتوا بها فحاولوا تخدموا بها ديال الساعة حيتي الجمدات كتجي صعيبة في هكا تشكلوه على شكل حربول تتخدموا بالخالط هو باقي سخون كان شكلو على شكل حربول اللي هو طويل وكان نغلفو بهذاك البلاستيك ونوضعوها كف ثانية اللي غادي ندخلها المجميد او لشي بلاتون اللي غادي اللي غادي نتوفر ليكم كان حتها بحالة كنقادلي الجوانب وننستحو شوية من الاعلى باش يجيها شوية مستح سوف نعود نكمل كمية ديالي كلها بالنسبة لهاد الكيمية اللي كتشوفو معايا فخرجت ليها ربعة ديال الحرابة الكيف ما غا تشوفو معايا موم نقولو ثلاثة كبار ونص الخراني خرج ليها في غير نصف الكمية دائما سعانة ديال هاداك البلاستيك كان نشكل على شكل حربول ممكن تاخدو غير كمية بكمية وتبقو حتى تقدو هكا بشكل طولي ومن بعد كنغلفو بلاستيك كنوضع هكا في ثانية ونضيرهم في المجميد حتى يشدوا في راسهم كنخرجوهم كنوضعهم هكا فوق شي شبيكة ولا فوق شي حاجة اللي تقتر لينا وانا بنسبة لي درت تحمل تحت ثانية ودرت فيها هكا بلاستيك غدائي باش هديك الشوكولات اللي تهبط نعود نستخدمها نعود ندوبها ونقلاسي بها عوداني مرة اخرى وننخدمها في حلو اخرى وكننا نستعمل شوكولات اللي عندي مدابة كنغلاسي بها وكندير هكا خطوط بشوكولاتة البيضاء غير هنا غدي نعطيكم بعض النصائح بالنسبة لهذا الخالط هدا من دي اللي حفون الحراب اللي ما يتخرجوهم المجميد خليوهم حتي يحيد منهم هذا البرد دي الفريغو باش هكا ما يتشققش لكم الشوكولات باش ديك البروداء وما يتبغو تهزوهم الشبكة كتهزوهم هكا بالسعانة بالسكين باش هكا ما كتكسروا الحربول ديالكم وحاجة اخرى اللي نأكد عليها يعني مني تبغو تقطعوهم فديما السكين كان مسحوه اما بمنديل سخونة اما انا كندوزو في الشالمو حيث عندي ما عندكش غد تمسحيها غير بسكين سخونة وما بين تقطعها فكتمسحي بشي منديل او لشي ورق نشاف اللي يكون عندك نقي وديما يديكو ما تحطوه شوكولات حطوها هكا من الجنب وما كنحاول نعطاكم جميع النصائح باش ديكم هكا الخدمة مقادة وكنوضعوهم في كواغتات كنوضعوهم جانبا وبنسبة لها الشكل هذا انا خدمتو بشوكولاتة السوداء ممكن نديرو حتى بشوكولاتة البيضاء را كيجي زويني يعني كيجي شكل ديالو زوين وفي التقديم كيجي مختالف الشكل الاخير غادي نحتاجو ليه الكوكاو غادي نخدم هنا نسكيلو ديال الكوكاو اللي كيكون عندي محمر وما كنخليش حتى كي يبرد كنطحنو وهو باقي سخون باش يتعلق ليه في حالة كوكاو يتلقى ذاك الزيت ديالو منسبة لناس اللي عندهم طحان ما كيعلقش مزيان هكا على هات الشكل ديال العجين فممكن تضافوا ليه ملعقتين حتى ثلاثة ديال زيت باش كد يتطحن ويتنيل معاكم من بعد غادي نحتاج من لهاد الكيمية ديال 500 جرام ديال الكوكاو واللي محمر كندير معاها كيلو ديال الشوكولات بيض هادو غادي نديروهم بحل حلوة ديال الطرون حلوة الشمالية اللي معروفة عندنا كنديروها في القوالب ديال السيليكون ممكن نديروها في كويغتات حتى هي كتجي زوينة وكتجي معلكة من الداخل ديالها غادي نديرو بالشوكولاتة البيضاء ومن بعد كنضيف لها 400 جرام ديال البيسكويت معا 500 جرام ديال كوكاو محمر اللي كيشتو حمرنا حتى اطلق الزيت ديال وبهات الشكل هذا وكنخلط الكل إلا كان الحال بارد نصيحة لنعطيكم فاد الحلوة هادية تخدموها ديرو حمام مائي وتحطو فوق منه هاد البول اللي انتو ما كتخدمو عليه او للإناء باش كيبقى هاداك الشوكولات سيحمعكم ومن تحتاجوش انكم كل مرة تسخنوه غادي ناخدو من بعد اي شكل ديال القوالي بنتوفر لكم من اقدر تحتاجوش شكل ديال القلب وشكل ديال الوردة ممكن كيف كتلك تخدمي غير بالكواغتات تكبي فيهم هاكا الخالات وتزينيهم من الفوق بشي لوزة وشي حبة ديال القوكا وكيجي حتاهم مشكل ديالهم جميل انا بالنسبة دي كنديرهم في هاكا فبوش وكنبقا كان بوشي كتجيني سهل الخدمة وكتسالي ضغية غادي ندخلهم حتاهم المجميد حتي شدو فراسهم مكيخدوش وقت ليهو كبير يعني ما غادي جيفيني شدو فراسهم حتى تعودوا كتسالي الخدمة ديالهم وللشكل ديال السيليكون هو اللي كيتحكم في شكل ديال الحلوه هادي موما قدرت لكم الليولين بدون طوابع بدون مولات تشيحاته لكن هذا كيبقا مطلوب وقدمتوا معاكم باتشكل كنت من اعجبكم وكنت مننا الوصفات اللي نزليكم تنال اعجب ديالكم وديما اللي وصلت معايا الهنا تقول ليا الكود ديالنا وخليوا الليين شنو بغيتوا مازال في الوصفات موما نرى قريت التعليق ديالكم كلها ونشاء الله سنحاول ندرج اقصى حد على قدر الجهد ديالي موما دعوتكم معايا بالجهد بس نشاء الله نلبي كل طالبات ديالكم هنا كيف كتشفوا معايا درت في غر سلصة ديالشوكولا عمرت بها هكا كبس تبقى كريمية وسط من نوع وتعطينا واحد للمداق اضافي والاخرين درت إليهم حبة ديال فواكه المعسالة هادو اللي درناهم هادو اللي شكل حبة ديال المعمول خليجهم حتى نشفوا يعني مبقى هكا تقصوهم كتلقوهم مطريين خليجهم هكا على بره واحد للمدة ديال ساعة هكا ومن بعد تكتعمرهم بالشوكولاتة البيضاء ممكن تعمرهم حتى بسلصة ديال الكراميل ودرت فيهم هكا نقطة من الشوكولاتة السوداء ودوسها هكا بالكيوضون بشكعت واحد شكل موما نتمنى هادو الوصفات اللي نزلت لكم اليوم تنال اعجاب ديالكم وكيف قلت لكم ان شاء الله قد نلبي كل طالبات اللي تلبتوها مني في الفيديو السابق بخصوص الحلويات اللي بغيتو بديت بحلويات بدون فرن حيتي هي اللي كانت لأكتر طالبا دائما الوصفة اللي كتكون أكتر طالبا وكتتكرر بزاف ولكيكون عليها عدد كبير من الاعجابات شوفوا معي ان شاء الله الحلوة كتجي معلكة شيشة كل شكل مضاق اللي هو مختلف ولكن الاهم هو السهولة في تحضر دياله فالعزبكم الفيديو لايكات ديالكم وتشجاعات ديالكم اللي كتفرحني بزاف بزاف وكان حبكم القلب ان شاء الله نتلقى بفيديو جديد سلام عليكم